يرتدون الأكفان يحملون سجادة الصلاة ويتجهون صوب ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء إنه صباح يوم الجمعة حيث الموعد المحدد للصلاة الموحدة التي دعا لها السيد الصدر حشود توافدت من مختلف المحافظات تلبية لدعوة الصدر والله الأعداد خير من الزيارة المليونية هذه أربع محافظات والزيارة مليونية إن شاء الله طبعاً اليوم التواجد للصلاة الجمعة الموحدة فقط أربع محافظات اللي هي النجف والكوت وكربلا وبغداد إن شاء الله الأعداد بالملايين طبعاً إحنا ثوار محافظة واصل جاءنا التأييد صاحب الأصلاة السيد المقتل صدر دامضلة والثورة عشراء صغار كبار نساء ورجال الجميع سجل له الحضور في ساحة الاحتفالات حضور لم يقتصر على أبناء التيار الصدري بل تعداه فالجميع يؤيد خطوات الصدر الإصلاحية ليس الصدرين وإنما ثورة الشعب كافة مرجعية سيد السستاني مؤيدة للثورة التشرينيين مؤيدين للثورة المرجعية معنا والعراق معنا والشباب معنا والشياب معنا ونحن كنا هنا بالخضراء افهموا واعلموا أنكم لم تبقون في العراق مليونية الخضراء كما سميت أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات الأمنية وصرايا السلام لتكون هي الصلاة الثانية من نوعها التي يدعو إليها الصدر منذ منتصف تموز الماضي حشود كبيرة توافدت إلى ساحة الاحتفالات من أجل تغذية صلاة الجمعة وبعد ختامها هم يخولون الصدر لتحقيق مطالبهم ويوكدون على حتمية البقاء كما وجه لهم من نصب الجند المجهول ببغداد مدروري كابي التغيير